اشتركوا في القناة اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان جائحة كورونا كانت بمثابة تحدي عظيم قابل الانسانية في العصر الحديث وفي كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم بعنوان جائحة كورونا انذار للانسانية وامل جديد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان الجائحة شكلت تحديات مركبة كبيرة خلال العامين الماضيين الحقيقة خلينا اتكلم على مقدمة خاصة بجائحة كورونا والحقيقة هو تحدي عظيم قابل الانسانية في العصر الحديث والحقيقة ايضا انها شكلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي هي فترة السنتين اللي مره دول احنا دايما نقول ان في كل محنة تولد منها لان طبعا التدعيات اللي افرزتها الجائحة حتى الان احنا بتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول في دول عملت اغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها في قطاعات توقفة تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن واقطاعات اخرى تضررت بشكلها وباخر كنا متصورين ان حجم الضرر هيبقى عدة الاف انا بتكلم على الخسائر سواء كان بالاصابات او من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله قلنا هيبقى عدة الاف فجئنا ان هم الاصابات بتتجاوز الملايين ثم عشرات الملايين ثم مئات الملايين نفس الكلام بشكل او باخر كان بالنسبة لي من يعني فقدناهم في الجايحة برضو بنتكلم على عدة ملايين في هذا السياق اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان المبادرات الرئاسية التي نفذتها مصر في مجال الصحة ساهمت بشكل كبير في تقليص اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد نكلم الاول على الموضوع الخاص بقطاع السحة من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتتلك مبادرات المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تدخل في ملفات السحة العامة في مصر وكان على رأسهم الفيروس ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للامراض غير السرية المتمثلة في الامراض السكر والضغط والسمنة الكلام ده اللي احنا عملنا مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى ادرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الاكثر اصابة بفيروس الفيروس سي بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة متظامة الصحة العالمية ان احنا من الدول الاقل اصابة بهذا الفيروس انا كنت عايزة نتصور مع بعضنا البعض لو كانت مصر واجهة الجائحة ديت بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض تتصوروا كان في المية من المصابين كان ممكن احنا نفقدهم اسناء الجائحة عشر في المية عشرين في المية من المصابين سواء كانت الامراض اللي هي زي ما بقول كده المزمنة او الفيروس سي اللي انا عايزة اقوله باختصار ان الاجراءات اللي عملناها كمبادرات صحية في مصر افرزت ان احنا قدرنا اولا نبقى نشوف الخريطة الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي وايضا نتخلص من امراض كانت موجودة معنا في مصر وكان اكيد هيبقى لها تأثير سلبي جدا اثناء تصدينا لهذه الجائحة خرجنا في خلال الـ 18 والـ 19 تعريبا من المسح ده ومن المبادرة دي بقدرة صحية لا بأسة به دي اللي احنا دخلنا بيها وتعاملنا بيها مع الكوفيد 19 يعني طيب ده فيما يخص القطاع السحي في مصر لمزيد من المتابعة ينضم الينا من شرم الشيخ مراسلنا محمد ابو عيطة محمد اذا افتتاح كبير كلمات كثيرة قيلت في اتجاهات متعددة ابرزها كلمة السيد الرئيس اليوم ومشاركات متعددة من شخصيات كبيرة حول العالم لكن اللافت ربما هو نوعية المشاركين في هذا المنتدى من خارج مصر يعني متخصصون من الشباب في مجال البيئة أو في مجال حقوق الإنسان واتوا لإثراء التجربة التي لديهم في بلدهم كيف لاحظت ذلك؟ صحيح أحمد تحياتي أولا وفعلا هذه ملحوظة في محلها لأنه التساع قاعدة كل من تقدم لينال فرصة هنا للمشاركة في شرم الشيخ وعلى مدار الأشهر الماضية أوجد قاعدة بيانات ضخمة بالنسبة لإدارة المنتدى لاختيار من بينهم لعدة مئات سيتم اختيارهم تعلم أنه إدارة المنتدى قبل عدة أسابيع أعلنت بأنه عدد من تقدموا لينالوا هذه الفرصة حوالي 500 ألف من الشباب من جميع أنحاء العالم وبالتالي هذا أعطى لديهم الساعة والريحية المطلوبة لكي يحصلوا على أكبر قدر من المؤثرين وصلاع القرار ومن الانفلوينسرز أو رواد سوشال ميديا المشهورين وأيضا خريجي الجماعات المرموقة من جميع العالم وتعلم أنه كثير من الحضور هنا حصلين إما قد بالفعل حصلوا على ماجستير أو أكتر أو دكتوراه حتى من جماعات مرموقة عالمية وبالتالي لكي يكون يعني كل من يحضر إلى هنا لكي يكون إضافة ولكي يكون قادرا على بالفعل أن يدلي بدلو في أي مسألة تعرض عليه تعلم أنه خطورة وأهمية وضقة الملفات المطروحة على الأجندة هذا المنتدى تجعل من اختيار العناصر التي يتم بدعوتها إلى هكذا منتدى هي العنصر الأهم ليس فقط اختيار الأجندة ولكن من سيتحدث ومن سيشارك في ورشات العمل ومن سيعد الأجندة التحضرية للمنتدى وأيضا من سيشارك برأيه في السجلات والنقاشات المستمرة على مدار الأربعة أيام التي يعني يمتد المنتدى في نسخته الرابعة عبرها وبالتالي يعني عظم وأهمية المكون الشاب الذي حضر جعلت من الجلسة الافتتاحية جلسة ثرية للغاية بعد أيضا بعد ذلك ابتدأت الجلسة الأولى وكانت بها نقاشات وكما تبعنا جميعا منقاشات هامة ومتعمقة في العالم ما قبل كورونا وما حدث في أثناءه ومن ثم فيما بعده وكيف للاقتصادات الوطنية أن تستعيد عفيتها من جديد خلال الفترة المقبلة فضلا طبعا عن هذه المشاعر الدافئة التي أثرتها الجلسة الافتتاحية من حديث من مختلف ألوان الجنس البشري ومن مختلف ثقافات وشعوب العالم عبر ممثليهم هنا الذين أتوا إلى مدينة شرم الشيخ ليتحدثوا عن ضرورة توحيد الإنسانية من جديد وتوحدها في الفترة الحالية والمقبلة ما دامت إذن هي بالفعل تواجه عدو واحد هو عدو الجنس البشري بشكل عام وبالتالي فإنه كل هذه العناصر السابقة أعطت دفع للنقاشات وأعطت أيضا زخما كبيرا للأجندة التي يتم بنقشتها وأعطت أبعادا أكثر دلالة في خلال اليوم الأول أحمد محمد يعني الشباب مشاركون من 196 دولة عدد كبير منهم نحن نتحدث عن أمم متحدة موجودة الآن في شرم الشيخ لكنها أمم المتحدة الشبابية والموضوع بدأ منذ ورش العمل قبل الافتتاح بيومين وممتد طوال الأيام الأربع أيام العمل الرسمي للمنتدى أتوقع الآن أن تكون هناك مجموعات صغيرة منتشرة متناثرة في أروقة هذا المؤتمر من جنسيات أيضا مختلفة ربما النقاش سيكون أكثر شخصية هذه المرة وربما سيكون هناك تقارب شخصي بين جنسيات مختلفة وهذا أحد أهداف المنتدى بشكل كبير هذا المشهد كيف تراه الآن؟ صحيح أحمد لابد أيضا أن أشير أن أغلب الحضور من هنا من الشباب وكما تعلم قد توافدوا على مدار الخمسة أيام الماضية وبالتالي هذا تسنى لهم وأعطاهم الفرصة لتكوين صدقات والتعارف فيما بينهم على اختلاف ثقافتهم وأجنسهم ولغاتهم وبالتالي وبعد أن بدأت ورش العمل منذ صباح السبت وحتى مساء الأحد هذا أعطى أيضا إليهم فرصة لتكوين فرق تعلم أنه عددا من ورش العمل كانت تختص بالبحث في قضايا التنمية المستدامة واستدامة المياه ومواجهة التغييرات المناخية وما إلى ذلك وبالتالي كانت هذه النقاشات تنصب طبعا بهدف أن تعطي أجندة أولية لعمال هذا المنتدى بدأ من اليوم ولكن كانت هذه النقاشات تتم في حضور باحثين من جنسيات مختلفة من الشباب أنفسهم من الذين شاركوا وطبعا حصلين على كما ذكرت الدكتوراه في جامعات عديدة ومشهود لها بالكفاءة والترتيب العالمي المتقدم وبالتالي كل هذه النقاشات كان يجب لكي تؤتي ثمرها وتخرج بورقات عمل بحثية وتوصيات قابلة للتطبيق ووضعها موضع الاختبار بالفعل في الفترة المقبلة كان لكي يحدث كل هذا كان لابد من تكوين فرق عمل بعد أن تعرف الشباب من مختلف الجنسيات على بعضهم أشير أيضا إلى أنه بعض من الشباب المشاركين كان قد سبق لهم إما أن شاركوا في واحدة من الفعاليات في مصر في أوقات سابقة وإما أيضا كانوا قد شاركوا في نسخ سابقة من منتدى الشباب العالم وتعلم أنه بدأ في العام سبعتاشر واستمر في تمنتاشر وتسعتاشر ثم توقف لبعض الوقت حتى هذه النسخة أيضا فإنه خلال هذه النسخة وكما تعلم فإنه يعني مصرح النقاش وحلقة النقاش لن تتوقف هنا عند شاركوا ولكن أيضا كما تبعنا في الصباح الباكر فإنه هناك عديد من الضيوف من مسؤولين رفيعي المستوى قد أدلوا بكلماتهم الافتتاحية من خلال كلمات فيديو مسجلة ومشاركات حية عبر تطبيقات الإنترنت وبالتالي هذا أعطى طبعا منحة آخر للتأثير والحصول على أراء لأكبر عدد ممكن من المختصين وصناع القرار والمسؤولين في جميع الدول العالم بالفعل محمد هذا المؤتمر هو أحد محفزات النقاش العالمية نعم بشكرة جدا مرسلنا محمد أبو عيثة الموجود الآن في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ ونذهب مباشرة إلى زميلتنا جاكلين ماهر مرسلتنا في هذا المنتدى جاكلين الآن المؤتمر في حالة استراحة ربما ستبدأ الفعاليات المسائية بعد قليل يعني هناك بالتأكيد الكلام يعني كثير لديك جاكلين تفضلي تحياتي مشاهدين الكرام في متابعة لفعاليات منتدى الشباب العالم في يومه الأول بعد افتتاح سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتدى صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية اللي شهدناها بحضور عدد كبير من رموز الدولة الدول المشاركة أو الدول التي كانت ضيوف شرف لهذا المنتدى ومشاركة كبيرة من أكثر من ألفين شاب وفتاة من 196 دولة أفريقية وأسيوية وأوروبية ومن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بنتحدث عن ردود أفعال إيجابية كبيرة لهذا المنتدى وتحديداً لعدد من الإجراءات اللي تم اتخاذها على أرض الوقع سواء على مستوى الإجراءات الاحترازية والإجراءات التنظيمية والتسهيلات التي قدمت للوفود التي شركت في هذا المنتدى وأيضاً ردود فعل إيجابية من الموضوعات التي تطرح في هذا المنتدى والجلسات اللي بتتم على مدار ثلاثة أيام للمنتدى بالإضافة إلى ورش العمل التي شهدناها قبل يومين من انطلاق المنتدى كان أمس وأول من أمس بنتحدث عن اليوم في صباح اليوم افتتح السيادة الرئيس عبد الفتاح السيزي المنتدى بإطلاق الفعاليات مختلفة على مدار الجلسة الافتتاحية وكان بحضور عدد من رموز والشخصيات العامة منهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأيضاً ولي عهد الأردن ورئيس الحكومة اللبنانية وأيضاً عدد كبير من الصفراء وعدد من صناع القرار والشباب كما ذكرنا بيمثلوا عدد كبير من الدول والثقافات المختلفة أيضاً كان هناك في داخل الفعاليات كلمة ترحبية لأول ربوت مصري قدم ترحيب للحضور والضيوف وهذا بيعكس قدرة القدرة المصرية والصناعة المصرية في صناعة الروبوتات وصناعة التكنولوجيا والتي تقدم والتي تكون قادرة على أن تكون مشاركة في مثلها كذا فعاليات دولية والتي شهدناها من خلال الروبوتات التي تقدم الخدمات للحضور والمشاركين والوفود سواء كان على مستوى التعقيم أو على مستوى تسهيل أو تقديم الخدمات المختلفة أيضاً شهدنا كلمات افتتاحية عبر خاصية الفيديو كونفرنس من خلال كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش وأيضاً رئيس منظمة الصحة العالمية وأيضاً مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب وأيضاً رئيس مجموعة البنك الدولي عدد كبير من الكلمات التي دارت هذه الكلمات عن جائحة كورونا وكيف واجه العالم جائحة كورونا وتأثير جائحة كورونا على البشرية وعلى العالم بشكل عام أيضاً كان هناك فيديو أو عفواً كان هناك فيلم تسجيلي عن جائحة كورونا وتأثيرها على العالم والعالم قبل الجائحة وبعد الجائحة وكيف ينظر العالم الآن إلى ألية التنمية وأدوات التنمية بعد جائحة كورونا أيضا كانت هناك فعاليات من خلال استحضار من خلال فعالية للواقع الافتراضي وفعالية شهدناها من خلال استحضار نماذج ملهمة من الماضي وهذا بيعكس تعدد أثقافات والحضارات ومصر تحتضن كافة أثقافات والحضارات وشاهدناها في هذه الشخصيات مثل أينشتاين والأمة ريزا وأيضا ابن رجد وهذا بيعكس ترابط الماضي بالحاضر بالمستقبل والرسالة التي يحملها المنتدى وهي رسالة السلام والقبول لكل الثقافات وكل الحضارات داخل في المحيط بنتحدث أيضا عن أن هذا المنتدى بينطلق على مدار ثلاثة أيام هناك عدد كبير من الجلسات على مدار ثلاثة أيام أيضا جدير بالذكر كان هناك جلسة أخرى هي الجلسة الأساسية وتتحدث عن جائحة كورونا وتأثيرها على الإنسانية وكيف يكون الأمل بعد الجائحة وكانت هناك عدد من المشاركات من رؤساء الدول الإفريقية وتحديدا الدول الإفريقية كانت هناك مشاركة كبيرة وأيضا استعرض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الجلسة يعني جهود مصر وكيف كانت لمصر خطوات جادة واستراتيجية قوية تجاه التنمية وإقامة المشروعات القومية بالتزامن مع الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الوطن وفي مصر بنتحدث أيضا عن أن في الثامنة مساء اليوم سيفتح مصرح شباب العالم وطبعا سيتقام عليه عدد من الاحتفاليات والثقافات وبيكون تحت شعار الثقافة والفنون هو جزء من التنمية لا تنمية بدون ثقافة وفنون وهي حق من حقوق الإنسان ربما هذه هي تفاصيل اليوم الأول من استضافة منتدى شباب العالم واستضافة شرم الشيخ لمنتدى الشباب العالم وأعلن في النهاية سيدة الرئيس في كلمته أن أصبح هذا المنتدى هو منصة دولية يناقش كافة القضايا ويناقش كافة الموضوعات الهامة التي تهم المجتمع وتهم العالم والشباب بشكل خاص وأيضا هو يعني أن شباب هو عنصر أساسي في حل أي من التحديات التي تواجه المجتمعات ربما هذه هي أبرز التفاصيل والآن الكلمة تعود إلى مستدر شكرا لك جاكلين ماهر وفي كلمة الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ساهم بشكل كبير في تجنيب مصر الكثير من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مشيرا إلى أن الدولة اتخذت نهجا خلال الجائحة يستهدف الحفاظ على معدلات العمل بالمشروعات القومية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يخص الاقتصاد إحنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي وأتصور أن إحنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين أنا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر أتصور أن إحنا كان حيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج أن كان حيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج نحن النهاردة خلصنا البرنامج اللي أطلقنا في نوفمبر 2016 زي ما قلت خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقت في المرحلة الثانية أنا عايز أقول لكم أن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر اللي حيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر أكيد بس إحنا كمان بالمناسبة كنا شغالين وإحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي إحنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل فأنا عايز أقول أن كان ممكن نأخذ قرار ساعتها في أن إحنا نعمل إيقاف كامل للأنشطة لكن إحنا ما عملناش كده إحنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف أن إحنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي إحنا بنتحرك فيها وفي نفس الوقت نعمل إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته طيب تأثرنا طبعا قطاع التهيران في مصر تأثر قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جداً كمان ولكن إحنا كان برضو لنا تحرك للحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف إعطاء دفع للاقتصاد المصري في لتعويد لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة دي النتيجة احنا مش عايز انسى نقول ان احنا كان فيه عندنا عمالة غير منتظمة وعمالة مؤقتة تمت يعني تقديم دعم مالي لهم عشان نمسر لهم الحياة في الزل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي لكن لم تتوقف مشاريعنا وإجراءات العمل في مصر قبل واثناء وحتى الآن كما اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المشروع القومي حياة كريمة والذي اطلقته الدولة والذي يستهدف تحسين وتطوير حياة نحو ستين مليون مواطن مضيفا ان استثمارات مبادرة حياة كريمة تتراوح ما بين ستمائة الى سبعمائة مليار جنيه خلال ثلاث سنوات احنا يمكن اطلقنا مشروع حياة كريمة وهذا المشروع يستهدف ستين مليون انسان في الريف المصري المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجبهد تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد مش على مصر بس على العالم كله معدلات الفقر لا شك معدلات الفقر لا شك حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين من نتيجة الجائحة فاحنا في مصر اطلقنا ايضا برنامج اخر هذا البرنامج هتكلف من ستمية لسبعمائة مليار جنيه خلال الثلاث سنوات بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس وزي ما بقول احنا من الدول الدول القليلة التي حققت معدلات نمو احنا حققنا تسعتاشر عشرين تلاتة وستة من عشر في المية وحققنا في اشين واحد وعشرين تلاتة وتلاتة من عشر في المية معدل نمو وانا اتصور ان في دول كثيرة جدا لم تستطيع او دول لم تستطيع ان تحقق هذا الامر الخلاصة اللي انا عايز اقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي انا بقول عليه في بداية الكلام انه قد تكون محنة ولكن المحنة دي ممكن تتولد منها منع كثيرة جدا جدا واتصور ان في قوة دفع هائلة تشكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية اللي هي بشكل او باخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله نتبادل الخبرات نتبادل الرؤى في زي ان احنا ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون اكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الازمات دي انا عايز اقول دي التجربة المصرية واتصور ان كل دولة بيباليها خصوصية في مصرها والتعامل مع مثل هذه الازمات تبقى لعوامل واعتبارات اتصورناها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع اطار عام بيجمعنا بالكامل في النهاية انا عايز اقول لكم على حاجة انا دايما نبص على موضوع الفيروس وكأنه يعني بيرسل لنا رسالة يقول ايها البشر انتبهوا انتم لستم قادرين على تحدينا وسريعا نذهب الى شرم الشيخ وهذا اللقاء الذي اجرته الزميلة دانا متحت مع محمد مجد بدران عضو حزب مستقبل وطن وذلك على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نتابع مشاهدين مازلنا معاكم النهاردة لتغطية فعليات اليوم الاول لمنتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة ومشرفنا دلوقتي طبعا اجتاد محمد مجد بدران عضو حزب مستقبل وطن ارحب بك معنا اهلا بحضرتك اهلا بك منورنا اهلا بحضرتك حاليا في البداية نبدأ كلامنا بمشاركة حضرتك النهاردة في هذه النسخة الرابعة متدى الشباب العالم شايف حضرتك المشاركة الدولية عاملة ازاي خاصة في العديد من الدول المشاركة ليس فقط طبعا على المستوى العربي او حتى الافريقي لكن ايضا على مستوى الاقليمي والدولي بداية انا انا برحب بحضرتك وبقناة اكسترا نيوز وبكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي طبعا بيشارك في المؤتمر عدد كبير جدا من الشباب العالم كله في اكتر من 156 دولة شباب منهم بيشارك النهاردة ده شيء مشرف لمصر ده بيدل ان مصر دايما رائدة مصر دايما هي ام الدنيا وفعلا قد الدنيا بيتقد الدنيا بالفعل بتستضيف حدث عالمي زي ده قادرا ان هي بتستوع بالكل مصر دايما رائدة زي ما بنقول وشباب العالم كله النهاردة بيشوف مصر وبيشوف قد ايه مصر عايزة تبعث رسالة سلام للعالم كله وان احنا بدل ما نحارب بعض لا ده احنا عايزين نعيش مع بعض دي رسالة المنتدى ودي رسالة مصر والمنتدى بينقش محاور مهمة ورئيسية وهالابداع ومنهم الابداع والتنمية والسلام هل حدثك استاذ محمد يعني فيه نوع من الجلسات او عمل حابب تشارك فيها من خلال حضورك لهذا المنتدى انا شاركت بالفعل في الورشات التحضرية امس واول امس شاركت في ورشة حياة كريمة حياة كريمة دي بالنسبة لي كانت رائعة انا كنت بدير هذه الورشة اه حضر انا اتشرفت بالقاءة سيادتك وحضرتك كنت فعلا بتدير الورشة بعدها متميز ولكن حياة كريمة فعلا دي مبادرة انسانية من الدرجة الاولى بحقيقة زي ما هي بتهتم بالمجتمع ايضا بتهتم بالانسان المصري طبعا وبتفيد المجتمع المصري ككل ما بتفيدش القرية المصرية فقط لا ده هي بتفيد الحضر زي ما بتفيد القرية لان زي ما بنقول لو في خدمات متكاملة في القرية المصرية وفي الريف المصري اكيد ده حيقل جدا من الهجرة من الريف الى الحضر فبالتالي الخدمات اللي بتتقدم لأهل الحضر هتبقى اكتر وحيستمتعوا بيها وحتبقى اكتر بالنسبة لهم وحيكون في دعم لطبقات الفقيرة وحيكون في دعم طبعا الدعم ده نهيك بقى عن الدعم والخدمات اللي بتتقدم للكرة والريف المصري الريف المصري النهاردة لو احنا روحنا شفنا المبادرة المبادرة حياة كريمة في المرحلة الاولى النهاردة الريف المصري مش عايز اقول احسن من الريف الاوروبي ودي حاجة ما كانتش بتحصل في العصور السابقة ولا القادة السياسية فعلا الحياة هي مبادرات تنموية كتيرا نجحة لكن على رأس هذه المبادرات المصرية النجحة هي مبادرة حياة كريمة وحنا بنتكلم عن هذه المبادرة الممكنية عدم مشروع تنموي ناجح زي ما حضرتك ذكرت تشمل كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى تنمية البنية التحتية اهم البرامج الاجتماعية التي تقدم من وجهة نظرك في هذه المبادرة هذه المبادرة بتقدم يعني عايز اقول لسيادتك ان كل حاجة بتقوم بها حياة كريمة هي فعلا حاجات مهمة من اول لبنية التحتية قصرف صحي قمية ككهرباء كغاز بتقدم مشروعات صغيرة دعم للمشروعات الصغيرة في جميع الكرة اللي فيها حياة كريمة وبتقدم دعم في التعليم والصحة حياة كريمة بتشمل كل القطاعات وحتى دخل المواطن المصري ودخل اهل الريف حياة كريمة بتستهدفهم وانا سعيد جدا بهذه المبادرة لان انا يمكن ارقى اوفر حظا في هذه المبادرة ان شاء الله المرحلة التانية فانا سعيد جدا بهذه المبادرة لان هي استهدفتني انا شخصيا واستهدفت مكاني ومركزي وقريتي وده نموذج احنا بنشوف حتى في المرحلة الاولى عندنا في مركز في محافظة الشرقية مركز الحسينية عشان حضرتك لو حبى مثلا تعملي تقرير عن حياة كريمة تنزيل تشوفها على الارض الواقع بالفعل اه انبهار احنا فعلا قدام حدث قدام حدث عالمي وقدام مبادرة انسانية علامية يعني نتمنى ان العالم كله يحتزى حزوها هذه المبادرة خليني اخيرا انا برضو اتكلم معاك عن المنتدى بيحفز افكار الشباب وبيساعد على تقارب وجهات النظر ما بين الشباب ليس فقط المصريين لكن حتى على مستوى العالم من وجهة نظرك كيف من الممكن من خلال هذه المنتدىات وهذه المؤتمرات ان تساعد في تقريب وجهات النظر وتحفيز الشباب وان الدولة بتولي اهتمام كبير اوي بملف الشباب طبعا الدولة بتولي اهتمام كبير اوي بملف الشباب مش النهاردة ده الكلام ده بداية من تولي القادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي اه واشياء انا كنت من ضمن المشاركين في المؤتمر الوطني الاول للشباب عام 2016 عندما اطلق عليه سيادة الرئيس عام الشباب فالدولة بتولي اهتمام كبير بالشباب من أول المؤتمرات الوطنية والبيئ اللي بي وأكاديمية الوطنية للتدريب الدولة دايما حط أديها على نقطة أن الشباب لازم يكون مشارك النهاردة بنشوف في مجلس النواب عدد كبير جدا من الشباب منهم ما وصلش سنة الثلاثين في طبعا النواب عدد كبير جدا من نواب المحافظين ونواب الوزراء دول موجودين من الشباب النهاردة بيشارك في المؤتمر زي ما قلنا شباب من أنحاء العالم باختلاف ثقافاتهم وإيدولوجياتهم يمكن ده هدف من أهدف هذا المنتدى هذا المنتدى ده بيعمل تقارب والمنتدى طبعا معتمد كمنصة دولية عالمية لمناقشة قضايا الشباب وأطرحتهم وهيخرج منه توصياتهم طبعا توصيات مهمة هتهم العالم كله مش هتهتم بالشأن المصري فقط ولكن أنا حابب أقول أن العلاقة ما بين الشباب وما بين القيادة السياسية أنا شايف أن هي علاقة الطرفين في احتياج لها وده دوركم أنت تبقوا حلقة وصلة ما هو يا فندم العلاقة ما بين الشباب والقيادة السياسية هي علاقة الطرفين في احتياج لها القيادة السياسية في احتياج أنها تسمع الشباب وتسمع أطرحتهم وأفكارهم علشان تقدر تنفذهم وتهتم بيهم علشان تقدر تحقق أملهم وطمحتهم والشباب محتاج أنه يتعرف على الإمكانيات الموجودة في البلب شرفتنا ونورتنا أستاذ محمد مجدي بدران عضو حزب مستقبل وطن شكرا جزيلا أن حدتك شكرا لك يا فندم أشهدكم مشاهدين أيضا على طيب المتابع وإلى الملتقى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ولمزيد من النقاش ينضم إلينا ضمن هذه التغطية هاتفيا المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين الحزب بالشرقية أستاذ أحمد أهلا بك أولا المصر في هذه الفعالية تعرض وتناقش تجربة تنموية الأبرز في العالم التي قامت بها على مدار السنوات الماضية ومستمرة إن شاء الله في السنوات المقبلة حتى تتم مشروع تنمية الريف المصري بشكل كامل في المبادر الرئيسي حياة كريمة أهمية أن يتم عرض هذه التجربة وتناقش تباعا والآن تحديدا مع شباب العالم مساء الخير الأول على حضرتك وعلى أستاذ الشاهدين جميعا الحقيقة طبعا هي رسالة رسالة قوية جدا من مصر لكل العالم الحمد لله برغم ظروف الصعبة التي تبردها مصر مرورا من 2011 واللي حصل في البلد والحمد لله عادة البلد إلى المصر الطبيعي وجائحة كورونا طبعا فده رسالة قوية جدا 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 للعالم طبعا بنتكلم فيها على مبادر السابر الرئيس تحديدا والمغادرات كثيرة طبعا الجميلة الأنبياء السابر الرئيس حياة كريمة وده تعتبر مشروع القرن أنه موضوع ضخم يثير جدا جدا أنه في فترة محددة أن كل الرئيس المصري يوصل بالدرجة الجميلة التي نحن نفناها في المراحل التي سمت أن تنفذها بالفعل فده رسالة قوية جدا أن الحمد لله مصر في قيادة سيد الرئيس عبدالساح السيتي في طريق الصحيح والحمد لله في تقدم واضح وجليل الجميع يراه رؤى العين مواليس أحمد لو أنت الآن موجود في شرم الشيخ في هذا المنتدى تعرض تجربة تنمية الريف المصري في الشرقية في محظة الشرقية حيث تنتمي حضرتك ما الذي يمكن أن توصفه لهم قبل وبعد عملية التطوير هو الحقيقة ما فيش وجهة مقارنة خالص بين قبل وبعد يعني وأعتقد أنه العرب اللي تم في أكثر من مرحلة كان وضح الكلام ده لأن الحمد لله تنقلت في القرى نقلة مختلفة بشكل قوي جدا حاجة راقية وحاجة جميلة يعني أنا شخصيا لما بصيت على الموضوع طبعا إحنا شفناها قبل ما يتم ولما شفناه في مراحل التنفيذ اللي موجودة بجد حاجة مبهرة حاجة يعني أنا شخصيا ما كنتش متوقع كمواطن مصري أن أنا ممكن أشوف الرقي والجمال اللي أنا شفته في الريف المصري كيف يمس تطوير الشباب الآن ومستقبلا؟ نعم فلنمت كيف يمس هذا التطوير الشباب تحديدا الآن ومستقبلا؟ هو بصحة ذلك هو طبعا إحنا لو هنتكلم بقى على الشباب إحنا نتكلم في المنتدى اللي فيه طبعا نسحة الرابعة منه اللي هارضة السنة دي بستم في الوضع اللي حضراك شايف ده برغم أن كل دول العالم يعني منفتحين بالشكل اللي احنا فيه ده وأن احنا نستقبل أكثر من 15 ألف شاب وشابة من أكثر من 160 دولة فأعتقد أنه كمان احتماد المنتدى كمنصة من الأمم المتحدة يعني ده بحد ذاته أعتقد أبلغ رسالة نحن ممكن نتكلم فيها تكون منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب أعتقد ده بحد ذاتها أبلغ ربي لكن بالنسبة لنا احنا طبعا زي ما احنا شايفين النساء الرئيس منذ أن تولى المسئولية وهو بكل اهتمامه بالشباب وشوفنا طبعا ما شاء الله طبعا أعداد الشباب اللي تموا والمهاردة بنشوفهم في مناصب قيادية اللي موجود في نواب محاوصين أو نواب هزراء أو مثلها ما شاء الله بنشوفهم معنا في مجلس النواب ومجلس السيوخ حاجة مترفة شباب معد أداد يدعو للصخر ونقول إن احنا مصر بخير وإن بكرة المستقبل للشباب أعتقد إحنا عندنا نماذج كتير جدا على أرض الواقع شيطانها وبعدين فيه ميزة الحقيقة يعني عايزة أقولها إن دات الرئيس عودنا على حاجة جميلة قوي يعني قبل كده ما احترامي طبعا كل رؤساء بالدول على رصد من فوقهم لهم تقدرهم وحبنا لهم لإنه تعودنا إن احنا كنا بسمع كلام هنعمل هنعمل إلى إنه دات الرئيس معودنا على حاجة جميلة جدا أنا شخصيا كمواطن مصر فخور بيها إنه ما بيقولش هنعمل هو بيسجئنا بإنه بالفعل على أرض الواقع الحاجات بتتكلم سواء على المشروعات التنموية سواء على مشروع الشباب أو حتى لو سوفنا برضو موضوع تنكين المرأة وتنكينها بنسبة 25% في مجلس النواب أعتقد دي كلها النماذج يقول للعالم كله إن مصر فعلا بالفعل وطب لله وربنا يحفظ بلدنا ويحفظ جيش بلدنا ويحفظ شفتها وأمنها لأ أحنا الحمد لله تخصينا في وقت قليل جدا 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 كل العقبات وكل الأزمات اللي كانت موجودة وطب لله الحمد لله إن شاء الله ربنا يديمها علينا وقريب جدا جدا أنه يبقى الوضع جميل وخاصة من ناحية الاقتصادية أنا عارف أنه في فترة دي الدنيا صعبة علينا جدا لكن ده طبيعي نحن نطلعين من أزمات منها 2011 ومنها الكورونا فأعتقد أننا الحمد لله في خطة جميلة وخطة ثابتة وخطة سريعة جدا 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 إن شاء الله رائد جدا سيظهر ده كله علينا وإحنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك نيزة دات الرئيس إنه دايما بفاجئنا بالحاجة تعامل نعمل وعود نقعد منتظرينها سنوات بتأكيد مؤنس أحمد مصر دولة شابة وفي الدستور إتحاد كثيرة لمشاركات الشباب سياسيا سواء في البرلمان أو في غيرها مشاركات واسعة أيضا للمرأة في البرلمان مثلا هناك إتحاد لتدريب الشباب سياسيا لإخراج منتج شبابي بشري سياسي مؤهل للقيادة وهذا تم بالفعل ورأينا نماذج من الشباب تقود العمل التنفيذي في عديد من المحافظات يؤهلوا في المستقبل إن شاء الله لأن يكونوا في الصف الأول ورأيهم صفوف أخرى من الشباب تباعهم يعني هذه التجربة الشبابية الثرية المستمرة المتدفقة بتأكيد لها حضور في شرم الشيخ وبتأكيد هذا المؤتمر يتواكب مع هذا التكامل مع هذه التجربة المصرية الخاصة بتنمية الشباب الآن ومستقبلا نعم أيها طبعا أنا بقول لحضرتك وبالفعل إحنا عندنا النماذج دي إحنا شايفينها نماذج حية بالفعل موجودة ومتميزة ومشرفة يعني لما هفضل إحنا بشوف نماذج من الشباب لأنه في فترة من الفترات حقيقة يعني أشعرونا بالإحفاظ إنه لا الشباب بقى مش في دماغه الشباب بقى مستهدر الشباب ما عندوش الانتماء الشباب ما عندوش لكن لا الحقيقة إحنا في الوضع الراه إحنا بقى الشباب الجميل اللي تم عددهم في البرنامج جزئاتي والنهاردة موجودين في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسم الله إن شاء الله بجد حاجة تدعو للصخر حاجة تخلي كل واحد من مصري أصيل يفرح ويتملأ ليشوف ابنه بهذا الشكل وحاجة تدعو إلى بطمأنينة إن مصر مصر دائما بخير وده مصر دائما ولادة ومصر فيها نماذج مشرفة وكل مكان وكل موقع عمدنا نفس القصة زي ما قلت السياة تكينسوية برضو كعلى مستوى النواب المحافظين أو النواب الوضراء أو كده بسم الله إن شاء الله نماذج جميلة وأنا الحقيقة يعني متفائل بيها خير وإن شاء الله في انتظار كمان الأجيال الأخرى التي يتم إعدادها الظهور قريبا على الساحة في كل المناحي في تخص مرط بساء الله نعم مواندس أحمد يعني هناك تلاقي للأفكار في شرم الشيخ الآن بين الشباب المصر والشباب العالمي والشباب المصر يفخر بتجربته الموجودة طوال عدة أعوام في مصر بالتأكيد مشروع كحياة كريمة مثلا حين يورد على شباب عالمي وسمعنا منهم ذلك منذ قليل أو في الأيام السابقة أيضا في خلال ورش العمل هناك ما نفخر به بالفعل أننا قدمنا تجربة إنسانية تنموية ثرية يحتذي بها كثير من الدول في الجواب الكثير يعني كيف تتوقع أن تكون أن يكون المستقبل بناء على ما تم من تنمية ونحن في إطار المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصاد وستكون مرحلة هيكلية في هذه الحالة حضرتك أنا بقول حضرتك وأنا واصف تماما أنه الوقت في التحسن شديد وقريبا جدا 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 هيبقى هيظهر ده على كل المستويات وزي ما أسمعنا السيد الرئيس في أحد اللقاءات قريبا قريبا اللي كانت موجودة أنه بيقول أنا نفسي أشوف مرتبات الناس البسطاء تصل إلى 15 و 20 وأنا عارف كويس جدا السيد الرئيس لما بتكلم بحاجة يبقى نريدها كويس جدا وعارف أنه يستطيع بصدل الله أنه يحقق فإحنا النهاردة الوضع اقتصاديا أنا عارف هناك بعض المشكلات التي تتعالي هنا ولكن هذا شيء طبيعي جدا طبيعي جدا يعني لو بصنا مع احترامي أنا أتس يعني نتكلم تاريخ الثورات ما فيه أبدا بلد تقدر تتعافى في فترة الوجهزة اللي احنا بفضل الله نتعالى دي نقررنا نقررنا نمشي في البطار الصحيح ولكن هناك أولويات وعملات الاصلاح التي تتم حاليا هي كان لابد منها وكان لابد منها من فترة طويلة ولو كانت تم تنفيذها من فترة طويلة أعتقد ما كناش حقين بالمعاناة الموجودة الوقت وقياسا في تجارب الدول مهندس أحمد نحن نحقق قفزات في التنمية الحمد لله لا يوقفنا أي عائق كجائحة كورونا مثلا بشكرك جدا ضيفنا عبر الهاتف المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين الحزب في الشرقية أذهب مباشرة إلى سيارة النائب المحترم أبو النجا المحريزي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن سيارة النائب يعني بتأكيد هناك احتياج لكثير من مؤتمرات الشباب الآن في هذه الفترة تحديدا لأن الشباب هم قوام الدولة المصرية أكثر من 95% نحن نحتاج إلى دفق أكثر لأفكار الشباب والتعاول معهم والتحاور معهم في الفترة المقبلة لأنه بالتأكيد ما يحدث الآن هو توطئة وتحسين لمستقبل الشباب الآن وفي المستقبل أيضا أولا اسمح لي أنا أشكركم على تناول هذا الموضوع الشباب سيارة الرئيس هم هم الحضر وكل المستقبل والحوار مع الشباب ده معناه أنك دمج بين أفكار الشباب والشيوخ بالإضافة أنه لابد أن يعرف الشباب ماذا يحدث في مصر مصر النهاردة بنتمر بمرحلة لم تحدث في تاريخها من تقدم وتنمية وتطويد والريف المصري شهد حياة كريمة لأننا سيادتك أنا من صائد مصر من إينا التطور الموجود في محافظة قناء والمحاور التي عملت والمشروعات التي تقوم بها الدولة سابقة لأوانها يعني إحنا على فكرة إحنا بنحلم نعمل مشروعات نلاقي الرئيس بيتجاوز هذا الحلم بالإضافة أنه سيادتك أن دولة الصعيد حرم كثيرا من الخدمات والريف للمصر حرم كثيرا من الخدمات لسنوات طويلة منذ صور 52 وحتى الآن المشروعات التي تقوم بها الدولة في صعيد مصر وفي ريف مصر يمثل حوالي أكثر من 60% من شعب مصر والشباب العالم لازم أن يعرف أن مصر الآن رغم الظروف وأجاحة كورونا وظروف الاقتصادية التي تحيط بالعالم إلا أن مصر تتقدم تقدم سريع جدا وتتجه إلى التنمية وتنمية الإنسان لأن تنمية الإنسان أفضل من تنمية أي أشياء أخرى نحن الآن بنشكر سيادة الرئيس على هذه التنمية والإنجازات العظيمة التي حصلها التي حدثت لدينا مشروعات في صعيد مصر مثل مشروع بنبان في أسوان مشروع سيادة تكتكيل البترول في أسيود المسلس الزهبي في قناء كل هذه المشروعات هي مشروعات تنموية يؤدي لرفع كفاءة الإنسان وإلى تطوير وتنمية صعيد مصر بالعكس في الجميع الريف كل التحية والتقل سيادة نائب كيف ترى مستقبل الشباب في الصعيد الآن يعني الصعيد خلال السنوات أو العقود حتى الماضية كانت رضا للسكان بهذه المشروعات وخاصة والخاصة بالشباب وبتنميته والتي تريد سواعد شباب حتى تنجح هذه المشروعات وتدار وتستكمل ويخرج منها الخير فبتأكيد لن يعود الصعيد طريدا للسكان كما كان هل هذا صحيح؟ محافظاتنا وخصوص المحافظة تقنى من المحافظات الفقيرة التي فقيرة في مواردها وكانت محافظات طريدة طريدة إلى دول الخليج طريدة للعمل في القاهرة الكبرى لكن الآن بفضل مجموعة المشروعات التي تقوم بها الدولة أصبح الشباب مرتبط بالأرض مرتبط ببلده ويحاول المشاركة في هذه المشروعات وبالتالي إحنا بعد فترة وجيزة إن شاء الله خلال ثلاث سنوات سوف تكون محافظات الصعيد ليست طاردة للسكان وإنما جاذبة للسكان وإحنا بنحيي الدولة المصرية بقيادة الرئيس على اهتمامه بنا بعد سنوات كثيرة لأن إحنا حقيقة افتقدنا التنمية في معظم فتراتنا وهذه التنمية أدت إلى أن إحنا كنا بنقول إحنا مش جزء من مصر وإنما إحنا ناس أولا مهملين في كل خدماتنا وكان النواب عليهم مسائل صعبة جدا الآن النواب مش لقين حاجة يقولوها لأنه كل حاجة متوفرة وإحنا بلادنا فيها بلادنا إحنا كائنة فيها إنتاج القصب السكر والسكر وبالتالي لدينا مشاكل في مخلفات قصب السكر وإحنا بنطالب القيادة السياسية أن يكون هناك زي ما حلوا مشكلة الأش الرز لابد أن تحل المخلفات قصب السكر وإنتاج ووجود مصانع لهذه المخلفات وده يؤدي إلى التنمية وتشغيل الشباب كل هذه الأمور يعني هاول سيتك حاجة إحنا لم نكن نحلم في يوم والأيام أنه الغاز الطبيعي وموجود في الريف في صعيد مصر لم يعني أن نكن نحلم أنه في يوم والأيام النت لأن إحنا في فترات شئتك وعيام الامتحانات كان النت القطع والأولادنا ابنائنا في الامتحانات يسبب لهم مشاكل كثيرة إلا أن هذا الأمر سوف يتغلب عليه في السنوات القادمة الأمر الآخر سيد الرئيس إحنا سيادتك كنا سيادتك لا يوجد عندنا غاز سواء غاز أنابيب غاز أو مشكلة الغاز لأنه عندنا غاز طبيعي يعني هبيوصلنا الغاز الطبيعي في قرى وريف مصر تحية تقدير لكل من يساهم في تنمية صعيد مصر وخصوصا محافظة قنة بشكرك سيرة النائب أبو الناجل محريز عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إلى شأن آخر حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ وتطرق مدبولي خلال اللقاء إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز وأسبل تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجاري لسيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية من جانبه تقدم نجيب ميقاتي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ولأعضاء الحكومة على الرغبة والجهود الصادقة في الوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والشدائد وفي ختم اللقاء وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدولة لبنان كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع إدارة وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية في مدريات الأمن على مساوى الجمهورية وقطاع الأمن العام كثفت من حملتها التموينية المبكرة لضبط جرائم الغش التجاري نتابع تشهد المواجهات التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالدعم نجاحات كبيرة وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفي هذا الإطار وتنسيقا مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط قرابة 75 طن لحوم ومقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمخزن غير مرخص لتجهيز الوجبات بالقاهرة وثلاجة بدون ترخيص لحفظ اللحوم بالمنفجة وأضبت أكثر من 203 طن مخللات ومسلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين بسلاثة مصانع ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالبحيرة والشرقية والمنفجة وأضبت قرابة 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنفجة وأضبت قرابة 12 طن ونصف سكر تموني مخصص للبطاقات التمونية ومنهما هو ناقص الأوزان ترخيص لتعبئة السلع الغذائية ومحل بدال تموني بالقليوبية والإسكندرية وضبط 10 أطنان أرز غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤولة عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالمنفجة وأكثر من 13 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحزور استخدامها في الأغراض الغذائية وأكثر من طنين زي الطعام مجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالمنفجة ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 39 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني بالغربية والشرقية والمنفية وضبط قرابة 11 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي ومنهما هو محزور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بسوهاج والشرقية وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 24 ألف قطعة مسلزمات طبية مجهولة المصدر وتؤثر على صحة المواطنين بحوزة مالك شركة لتجارة المسلزمات الطبية بدون ترخيص بالجيزة وبالتنسيق مع الإدارة نجحت مدرية لتر مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر بينما تمكنت مدرية أمن الإسكندرية من ضبط 300 طن دقيق وسكر قام المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ختم هذه الجولة الإخبارية مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة هذه تحياتي أحمد بشتو إلى اللقاء